بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين اللهم انفعنا مما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين إن شاء الله هنوضح في هذا الفيديو إمكانيات الـ F الـ F ده أقدر أعمل بيه إيه؟ طبعا فيه إمكانيات كثير قوي نوضحها في القرص بتاعنا ولكن أنا بس اخترت أن أتكلم على بعض الإمكانيات زي سهولة التعامل مع الداتابيس بمعنى لو أنا مثلا بعمل صفحة إدخال أو بحث أو تعديل أو عرض للبيانات من جدوى المعين أخد في الوقت ده قد إيه؟ هنا أنا مثلا ممكن أخد وقت كثير عشان أكتب كون عشان أحفظ أو عشان أعدل أو عشان أمسح كل الكلام ده كله يحتاج وقت قد إيه زي كمان شكل الصفحة ممكن يبقى عامل إزاي فأنا عايزين نوضح إمكانيات الـ F في الموضوع ده بتبقى عاملة إزاي؟ فأنا بينا نوضح إيه هو الغرض من المثال اللي عايزين نعمله أنا مثلا لأنا عندي جدوى في الداتابيس بهذا الشكل جدوى يحتوي على بيانات للموظفين بتاعيه وأنا عايز أعمل صفحة الصفحة دي هعملها لليوزر اليوزر ده المفروض اللي هو هيعمل عمليات على الجدوى إيه هي أشهر العمليات اللي على الجدوى اللي أنا أعرض البيانات من الجدوى عايزة ويريده البيانات زي اللي أنا أدينه إمكانية اللي هو يعمل بحث وتعديل بحث وتعديل ومسح وإدخال جديد طبعا وحفظ في هذا الجدوى حاجة زي دي ممكن تاخد مني وقت قد إيه وإيه هو مقدار الكود اللي أنا أقدر أكتوبه عشان أعمل حاجة زي دي دي ومتعني نتفرغ مع بعض حاجة زي دي ممكن تتعامل إيه أنا مثلا هفترض أني عندي جدوى الموظفين في الداتابيس بتاعتي فأقول ثاني بس قبل نبدأ أنا مش هشرح إيه أنا بس عايز نزدي عايزين نتفرغ مع بعض إيه هي بعض إمكانيات الإيدي أنا مثلا هبتدي أعمل الصفحة بتاعتي نسميها مثلا وليكن شو داتا حاجرتك عايز تعرض ديانات مثلا جدول الموظفين بتاعي طيب حاجة زي دي ممكن نعملها ازاي هلوالله جدول الموظفين اللي عندي او اعمل هولي جدول في بعض الامكانيات هنا انا اعلم عليها وهقول لك يعني ايه فانا هقول له سنجي الروع عشان اليوزر يختار صف واحد يعني يرتب وفلتر يعني ايه يعني يفلتر البيانات يعني ايه فلتر البيانات هقولك دلوقتي هتشوفها بعيدا وهنا هقول له اوكي هذه الصفحة عمل قدامنا الوحكا نحن نقبر الجدول شوية هذه الجدول بتاعي اوه نتعامل قدامي تعال بقى ايه نشوف صفحة زي دي ممكن نتعامل معها ايه هذه الجدول قدام علينا هو زي ما انت شايف جدول زي ده البيانات اتعرضت قدامك هي زي ما انت شايف في بقى بعض الملحوظات على هذا الجدول تعال نشوف ايه هي بعض الامكانيات بتاع الادف انا مثلا عايز اعرض الموظفين اللي في الادارة معينة وليكن مثلا ادارة كيام ادارة عشرين فانا هاجي هنا فوق العمود بتاع الديبت نمبر اللي هو رقم الادارة واكتب عشرين ودوس انتر ايه 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 اي من الناس اللي في الإدارة عشرة واللي مرتبتها خمس تلاف جنيه حاجة هنا وقوله خمس تلاف جنيه جاب لك الموظف اللي بياناته ينطبق عليها هذا الشكل في حاجة كمان برضو عايزين نقولها ايه هي ان انا مثلا الادف الوحده الوحده شاف ان في عمود نوعه تاريخ زي ايه زي الهير ديت الهير ديت اللي هو تاريخ التعيين عندنا في الشركة مثلا تاريخ التعيين بتاع كل موظف فحاجة زيديا لما كلي عرضها لعملها لازاي ما عملهاش انبوت تكست يعني الديبت نمبر ورقم الإدارة مثلا عشرة اقدر اكتب فيه عشرة الكمبيشن العلوات اقدر اكتب فيه مثلا اي حاجة عمال التاريخ عمله لك ايه فيه كومبوننت في الادف اسمه انبوت ديت اضغف عليه يظهر لك تاريخ بهذا الشكل كل هذا تعمل لك اوتوماتيك بحيث ان انت لو انت عايز تغير او حاجة دي التاريخ اللي انت بتشوفها هنا يناير وفبايل ومارس وابريل زي ما انت شايف كده واختار السنة اللي انا عايزها اقلع فيها زي ما انا عايز ايه انزلها تحت اقبر اجيب السنة اللي انا عايزها اختار اليوم اللي انا عايزه ويغير لك اليوم زي ما انت عايز تمام فحاجة زي دي هو عملها لك اوتوماتيك من غير انت بتعملها فهو ظبط الكمبوننت على حسب انواع الاعمال فيه امكانية ايه فعلا بس اني يعرف البيانات بقى زي ما كانت هنشيد بقى كاركتيرية بتاعة البحث نرجعهم زي ما كانوا عشان يعرف كل الموظفين كلهم ما هوما فعلا مثلا ايه فيه امكانية ايه عاد الترتيب الاعمالة بمعنى ان انا مثلا عايز ارتب ايه عايز ارتب البيانات في الموظفين بارقامهم ارقام الموظفين بتاعتهم تصعودي ولا تنازلي الكلام ده كله فانا اقدله اديني امكانية الترتيب فانا هاجي مثلا عن رقم الموظف اللي هو الانب نمبر كمام هقول مثلا رتبهم لي ايه رتبهم لي تصعودي كده يرتبهم لك تصعودي يعني من الصغير لكبير زي ما انت شايف كده او تنازلي او فارزي تنازل او رتب لك الموظفين تنازلي الافرد لو انا عايز ارتبهم بس ارتبهم ابجدي اعمل ايه هاجي هنا على الانب نين اللي هو اسم الموظف فانا عايز ارتبهم ترتيب ابجدي فانا ستصعودي نفس الكلام او حرف الا الاول وبعد هنا البي وهكذا لحد حرف الو تحت او انا عايزهم تنازلي فانا بختار لانا ارتب الاعملة او اليوزر بتاعي بمعنى صح هيرتب الاعملة زي ما هو عايز زي الكنان اللي هو ممكن يغير ترتيب عرض الاعملة بمعنى انا عايز مثلا رقم الادارة ييجي بعد الانب فانا ممكن اليوزر بتاعي ممكن يشد العمود دا او دراج و اضرب يسحبه معاه زي ما هو عايز او كده انا جبت عمود الديبت نمبر دراج و اضرب زي ما انا عايز طبعا الموضوع ده من خير ولا مكتب سطر ايه ولا كتبت سطر كوت طبعا انت شايف مدى السهولة اللي في الموضوع فكده عمل لك الجدول و عرض البيانات و عمل بحث كمان كل ده فحاجة واحد طيب لو انا مثلا عايز اعمل ايه عايز مثلا هذا الموظف عايزين مثلا نحط له كوميشن و ليكون مثلا كوميشن بتاعه هنخله له ميك دين ايه فانا دلوقتي عايز اعمل عملية ايه عايز اعمل عملية حفظ للبيانات او عايز اعمل موظف جديد عايز ادخل موظف جديد الامكانية دي انا قدر اعملها ازاي طبعا هاخد وقت كتير علشان اعمل كود و وكتب البيانات والكلام ده كله فعلا بص هنعمل موظف جديد حاجة زي الادخال والتعديل والحفظ والكلام ده كله ما عليك انك بس هتسحب زرار القمت فيه زرار عمله لك هوا عايز تجيبه مثلا فوق الجدول اهو ده زرار قمت لو انت عايز تكتب عليه مثلا حفظ فانا هكتب عليه في الخصائص بتاعته هكتب عليه save ده زرار save في ايه كمان في زرار تراجع عشان لو انت عايز تتراجع عن حاجة هو عملها طبعا قبل عملية القمت طبعا طيب ايه كمان فيه مثلا بقى اللي انا عايز اعمل ايه اللي انا عايز ادخل صف جديد الموضوع ده يتعمل ازاي بمنطقة البساطة هروح على الابريشنز بتاعت الجدول هقول له create insert اقدر اللي انا اسحب الحاجة بتاعتي هنا ادي اف بقى اقدر اكتب عليه ميو الموظف جديد زائل كمان اذا انت عايز تعمل ايه؟ مسح انا اقدر اجيب execute delete ايه اجيب زرار delete مسح زائل كمان مثلا انا عايز اعمل رفرش البيانات اقدر اجيب زرار execute احفظ احفظ ونعمل run للسخطين اردخل البيانات نفس الامكانيات معاك تقدر تعمل بحث زي ما انت شايف زائل انت تعمل ايه؟ ميو الموظف جديد ميو الموظف جديد ميو الموظف جديد لو ضغط عليه هيعمل لك صف جديد تقدر تعمل فيه الموظف اللي انت عايزه رقم الموظف مثلا خمسة خمسة اثنين ثمانية وبعد هيا تدخل اللي انت عايزه مثلا هندخل ابراهيم وبعد كده الوظيفة ملياش لازمة مثلا المدير السلري مثلا هنقول مثلا الف جنيه الكميشن بتاعه مثلا مية جنيه في الادارة كان في الادارة مثلا في الادارة عشرة وليكن في الادارة عشرة اتلاحظ ان سيف اهيا يقدر يعمل حفظ في اي وقت حفظ حفظ البيانات بتاعته فكده تم حفظ البيانات اول موظف بتاعك واتلاحظ ان الزرار سيف بقى ديس ايبل لواحد ماشي اقدر مثلا لو انا عايز امسح هذا الموظف اقدر مثلا اقفع الموظف وقول له دليت فكده مسح لك الموظف اللي انت ايه اللي انت عايزه واتلاحظ زرار سيف بقى ايه بقى نيبل عشان لو انت عايز ايه تحفظ التغيرات اللي انت عملتها لو انت مثلا تقدر تعمل اوب ديت لأي موظف مثلا وليكن سبوت عايزين مثلا نخلي الكمميشن متاعه ربعمية جنيه ومع كده احفظ البيانات اللي انا عملتها فدي بممطقة البساطة بعض الامكانيات مع الجدول فانا عملت زي ما انت شايف كده عملت حاجة زي دي في وقت لا يتجوز الدقيقة عملت اللي انت عايزه عملت اوع كده ممكن مثلا انا اعمل اعادة استرجاع البيانات يعني بعمل رفريش للجدول يعيد استرجاع البيانات مرة اخرى سبوته مع كل ده انا عملته في وقت لا يكيغز الدقيقة تمام فيه حاجة اجتب اني اضحها تقول لي اية تقول لي ان الشكل ياباش مهندس يأعيدين اصدر اشكال الشكل بمعنى ماذا بمعنى ايه بمعنى ايه بمعنى ان انا عايز اصدر بيانات الموظفين وبيانات الادارات فانا والله عندي جدول الادارات وعندي جدول الموظفين وانا عايز اعرض بيانات الجدولين مع بعض عايزين أن نقسم الصفحة بشكل كويس لقدر التعامل مع الصفحة حاجة زي دي لقدر نعملها ازاي انا عمدي لك فكرة كويسة تعاند شوف بعض الاشكال بتاع الصفحة او احنا شوفنا الامكانيات ولكن شكل الصفحة برضو شكل الصفحة شيء مهم جدا حاجة زي دي نروف نعمل نعملها ازاي الاتف ادالك بعض الكمبوننت المهمة جدا ان انت تقدر تتعامل معها زي ايه زي اللي او الكمبوننت يقول يكون مثلا فيه واحد زريف جدا اسمه بلل اكورديوم تقدر تحطه على الصفحة بتاعتك فانا بنشوف بس بعض الامكانيات ايه بلل اكورديوم انا طبعا الجدول بتاعنا عايزين نعمل صفحة كويسة فانا نشوف البلل اكورديوم ده عبارة عن ايه هات مسلا الجدول او هحطها على البلل اكورديوم دي حاجة زي دي اهي هاجي مسلا على اول سطح هكتب مسلا عليه بيانات الادارات او بيانات الموظفين هكتب لك العنوان فوق بيانات الموظفين هكتب ايه كمان؟ اريد مثلا الزراير دي نخليها جمي بعض هممكن اجيب حاجة اسمها انتنا الجروب مثلا عشان نظبط الشكل كويس نقدر نحط فيها الزراير فيها جمهم لك جمي بعض بشكل كويس وشكل مختلف طيب لو انا مثلا عايز اعمل ايه؟ نحفظ الاول لو انا عايز اعرض بها بيانات الايه؟ بيانات الادارات بيانات الادارات نفس الكلام هتلاقيها برضو عندك هنا هنلاقي مثلا ادبت بيانات الادارات هعز احطها بسلا عن انها جدول وده الجدول بتاعنا وهنخلي العنوان بسلا وليقل هنزيني العنوان نظبطه فديا هتبقى بيانات الادارات اصبح شكل الصفحة بقى ايه اللي انا عملت في البنى الاخورديون ده؟ بيعمل ايه؟ تعاني تشوف مع بعض البنى الاخورديون ده ايه وظيفته؟ ونعمل الرنج للصفحة زي ما انت شايف كده اعرض لك بيانات الموظفين زي ما انت شايف عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعرض بيانات الادارات ممكن يجي كده تطلع فوق تلاقي بيانات الادارات لان عايزة اعرض بيانات الموظفين ينزل تحت اهي يعرض لك بيانات الموظفين تطلع عليها تطلع لفوق فهنا عامل ايه؟ عامل بيعمل عملية animation يطلع فوق تلاقي ثلاغ فوق ويعرض لك ايه؟ فاستملك السطحة الاكتر من الجزء على حسب اليوزر زي ما هو عايز بل وعايز يعرض بيانات الادارات وعايز يعرض بيانات الموظفين ويعرض بيانات الادارات زي ما هو عايز فاستملك لأكتر من الجزء على حسب احتياج اليوزر يشوف هو عايز يعرض اي بيانات طيب ايه كمان؟ مثلا هو يعمل ايه؟ فيه برضو حاجة زريفة ممكن نعملها ممكن مثلا نحط حاجة هنا وهو ونحط عليها الجدول بتاعنا فكل ديان حاجات بيديها لك او امكانيات في الاب اف بيديها لك علشان يسمح لك ان انت تدي شكل كويس للصفحة بتاعتك ففيه مثلا هنا مثلا في حاجة اسمها البنال بوكس هم اغير العنوان بها مثلا مثلا انا مثلا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ادخال وبحث وتعديل هذا الجدول هروح على الابريشت بتاعه واجه مثلا ايه؟ create insert مثلا احطها على tool bar و هذا الزرار ده مثلا عشان يدخل ادارة جديدة هقول له new بيبقى زرار حفز اللي قدر برضو تتخطه اهو هنحطه جنب الزرار هنحطه جنب الزرار تعالى نشوف الشكل عامل ايه؟ نعمل run بالصفحة بتاعتنا فاصبحت الصفحة بهذا الشكل ده اول جزء باين قدامنا اقدر ان انا اعرض بيانات الموظفين اضغط عليه اهي ده المساحة اللي احنا عملناها ده الزرار محطوطة اولا والزرار بتاع new department اقدر ان انا اقفل بيانات وان انا اظهرها فبعد component بتديلك عملية animation ان انت ان يوزر على حسب احتياجه لو عايز يظهر البيانات لو عايز محطوطة زاد من هنا new department الزرارة انا لسا شايفها ممكن مثلا لهو عايز يدخل ادارة بديدة هييجي يقول له new department يدخل الادارة اللي هو عايزها يدخل مثلا ادارة رقمها 50 محطوطة واسم الادارة وليكن مثلا ادارة IT مثلا وفي اي مكان مثلا في المنصورة ولو عايز يحفظ طبعا هييه هيدغط على comment وانا فينا عملت تقسيمة كويسة طبعا للصفحة بتاعتي قسمتها الاكتر من جزء بيانات الادارات وبيانات المواصفين زائد مثلا في الجزء الواحد ادارة تقسمه بحيس اللي هو ممكن يخفي البيانات وممكن يظهرها على حسب زي ما هو عايز دي بالنسبة لبعض امكانيات الـ EDF مع DataBiz فيه برضو حاجه ممكن نقدر نعملها بالـ EDF اللي هي التشارت او الرسوم البيانية يقدر مثلا ان احنا نعرض رسم بياني يوضح الموظف والادارة بتاعته او مجموع المرتبات في كل ادارة فتعالى مثلا ناخدها ببساطة يوضح الموظف رسم بياني يوضح الموظف والادارة بتاعته في رسم بياني فتعالى نعمل سفحة بتاعتنا الآن اعرض الشكل البياني التاعي وهو جذوة للموظفين ولكن سأعرضوني على شكل اي نوع من انواع الجراف طبعا فيه كذا جراف زي ما انت عايز فكل دي جراف جاهزة انت تستخدمها بدون الحاجة لأي كود او اي حاجة خاصة فانا هاختار ابسط شكل فيهم اللي هو الباري الشكل المقنوث بالنسبة لنا وهقول اوكي اعايز مثلا الديبت نمبر مثلا والاكس هيبقى اسم الموظف وهقول اوكي ها يعيد لك الشرط بتاعك اهو زي ما انت شايف تعال تشوفه اذا شكله عاملي سي اعمل رن فده الصفحة لما فتحت ده هذا الشكل ده اسماء الموظفين بتاعنا ودي ارقام الادارات زي ما انت شايف طبعا ده عملنا ونحن ايه ونكتبناش ولا سات ركوت طبعا بقى اقدر العب بقى ايه انا اجيب مثلا انتدارات هم مجموع المرتبات في كل اقداره طبعا ده بقى من خلال الكورس ان شاء الله طبعا ايه كمان هي برضو امكانية بسيطة جدا ايه هي لان مثلا ده انا اقدر اخليه سري دايمينشن اقدر اخليه سري دايمينشن اهو نحفظ ونشوف الشكل ايه ونشوف الشكل ايه عامل ايه ده السري دايمينشن زي ما انت شايفه المنظر دايم طيب فعلا بسيطة ايه طيب طيب نقدر نضيف فيه حتة الانيميشن صغيرة نقول مثلا نقدر مثلا خمس طلاف ونخليها مثلا الانيميشن هيبقى هذا النوع مثلا ونخليهم نشوف الانيميشن هتبقى عاملة سري طبعا يظهر بهذا الشكل قدامك يعني يبقى خفيف شوية في اوقات الانيميشن توضح فيها جزء تعالى برضو نوضح شكل مثلا ونقوم 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 هذا الانيميشن برضو تقدر انت توضحه طبعا اخواننا الكلام ده انا اكرر احنا عملناه من غير اي مجهود ده ما خدش مني ثواني طيب ايه كمان نقدر مثلا فيه برضو حرفة تانية نقدر نعملها نقدر نعملها المتطفح من المتطفح انت طبعا اس لا ابدا وضح الانيميشن ففيه كذا شكل على حسب ما انت حابب بقى توري لليوزر أو على حسب ما اليوزر يقولك أنا عايزها تظهر بأي شكل طبعا ده رفاهية زيادة على اللزوم فده كانت بعض امكانيات ال E-D-F اكرر دي بعض امكانيات ال E-D-F اللي احنا ممكن نقدر نتعامل معها مع ال Data Base زائد Animation زائد Chart فيه بقى بعض الخصائص او بعض الامكانيات التكنيكل اللي احنا مش هنقدر نوضحها في هذا الفيديو الا من خلال القرص بتاعنا ان شاء الله اتمنى ان انا اكون وضحت الفكرة وتكون الفكرة وصلت ببساطة فلو هجربكم عايزين اي استفسارات انا فاحت عمركم في اي وقت وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته